ان سعقت بتيار كهربائي فاما ان يؤدي بك ذلك للموت او على الاقل يحدث ضررا كبيرا لا تحمد عقباه خياراني كان لهما ثالث في تعامل فهيم النوايس مع الكهرباء الذي يتحمل جسده سعقات ومعدلا عاليا من التيار قد تنير بقوتها بيتا باكمله قدرة جرأة او ربما تهور في التعامل مع الكهرباء وايا كانت التسميات فالنوايس يقف اليوم متحديا بجسده اي سعقة كهربائية فجأة ماسك سلكين انا بفكر ان الكهرباء مفصولة فتفاجأت ولا الكهرباء واصلة فتبين الي ان انا ماسك السالب مع الموجب مسكت الكهرباء عادة اه بمسك الكهرباء السالب والموجب ومشتعد اقعد ساعة وفي اي منطقة في جسمي مشتعد اوصل السالب والموجب النوايس تعدى في تعامله مع الكهرباء حدود المعقول بعدما شكل بجسده حلقة كهربائية ما بين سلك الكهرباء والمصباح الذي ينير مع كل دقة من دقات قلبه بحس انا نفس اللمبة اللي بتضوي الان طلع كيف على نفس نبضات القلب يعني بنبض القلب مع نفس نبضة اللمبة حالة احتاجت لتفسير علمي وطبي يتوق له النوايس الذي اكتشف قدرته هذه بالصدفة بعد ثلاثين عاما من عمله في مجال التمديدات الكهربائية غالبا يفارق الانسان الحياة عند تعرضه الى تيار كهربائي مستمر بشدة تيار من واحد بالعشرة الى ثلاثة بالعشرة امبير ما رأيناه اليوم من قصة الاستاذ فهيم جدير بالدراسة وجدير بالتمحيص النوايس حالة قادرة على تحمل السعقات الكهربائية وتفوق ايضا على الاسلاك التي تشتعل حالة ماسها وسريان التيار الكهربائي الذي يمر مرور الكرام في جسده وبهذا ما عاد هذا الشخص يخشى اي سعقة فليس هناك من شيء اسهل عليه من امتصاصها لا مكان للتجربة هنا حتى وان كانت خير برهان فالقدرة التي يتمتع بها فهيم في تعامله مع الكهرباء لا تخضع للمنطق ولا للقواعد العلمية لكن يبدو ان هذا الانسان تسري في جسده الكهرباء عماد العضاء لمحافظة الكرك العربية